طيب احنا دايما بنتكلم عن المرأة ومسندة المرأة لكل فرد داخل أسرتها والحقيقة انه ده في كل المجتمعات العربية بشكل كبير جدا 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 خلينا نتكلم دلوقتي مع حضراتكم عن امرأة أردنية بدأت بكيلو عتس وبعد كده بقت بتمتلك مشروع كبير بقى أحد أهم معالم مدينة السلطة الأردنية وهي قصة الحقيقة يعني قصة مليانة كفاح بالكفاح ده قدرت انها تقف جنب جزها وتساعد جزها وولدها انتبقى قصتها من خلال التقرير هذا البيت الكائن في شارع ضيق على طول طريق سياحي بمدينة السلطة الأردنية القديمة أصبح بمرور الوقت معلما بارزا من معالم المدينة يرتاده السكان المحليون والسياح الذين يبحثون عن تجربة ثقافية فريدة فقد حولت الأردنية فطمة الزعبي بيتها إلى بيت ضيافة إذ لم يكن لديها أي دخل مادي وزوجها كان مريضا ولديها خمسة أبناء وبالتالي أصبحت العائلة الوحيدة للأسرة من خلال مطبخ أقامته في بيتها حيث تحضر فيه الطعام ليس فقط لأفراد أسرتها ولكن لضيوف أجانب أيضا هذا البيت أنا أخذته كان منهك كثير والزمن متعبه طبعا متعب ومتعبني أنا لأنه أنا كان وضعي الاقتصادي من مرة صفر ما كان إلي راتب ولا أي إشي وكان أولادي صغار طبعا أخذت البيت هذا وتعبت عليه كيف الأم لما يجي هالطفل وتربيه وصير دكتور أو بروفيسور وهذا البيت صار معلم من معالم الصلب بيت الضيافة الذي يحمل اسم بيت الضيافة بيت فاطمة الزعبي تأسس عام 2012 ويقدم مأكلات أردنية أصيلة وفرصة لتجربة الأزياء التقليدية أخذ جائزة الملك عبدالله العمر رياضي الحر بال2015 سافرت على لبنان مثلت الأردن بسيدات أنه كيف تحدن صعوبة الحياة وصنع لحالها المستقبل ومشاريع صغيرة من كيلو العدس أو من حبة الجمح عمل المشروع والمشروع صار كبير وصار معروف وتتحدث فاطمة عن دخلها قبل جائحة كورونا وخلال الجائحة وبعدها طبعا قبل لائحة كورونا كنت معدل الدخل الشهري بدي أحكي يعني بما يعادل صافي خلني أحكي 700-800 دينار أما مع لائحة كورونا صفر وحاليا الحمد لله هيها بلشت ترجع تتحسن الأمور وإن شاء الله برجع الوضع زي ما كان أول ويقول سائح ممن تناولوا وجبة في بيت ضيافة فاطمة الزعبي ويدعى رابر هادرين إنه يفضل تناول الغداء في منزل لأنه لا يستطيع مقابلة عائلة والالتقاء بأناس كما أن جميع المكونات طازجة وصحية وفاطمة الزعبي واحدة من بين العديد من الأردنيات اللي يعلن أسره فقد كشفت دائرة الإحصاءات العامة بالمملكة أن 17.5% من الأسر في الأردن تعولها نساء وبحسب تقرير صادر عن المعهد الدولي لتضامن النساء في مارس أذار هذا العام فإن 94.7% من النساء المعيلات لأسرهن في الأردن غير ناشطات اقتصادياً ويكافحن لتأمين الضروريات الأساسية لأسرهن وتكافح الحكومة لتوسيع شبكة ضمان اجتماعي تساعد عشرات ألاف الأردنيين ذوي الدخل المنخفض على التعامل مع تراجع مستويات المعيشة في الحقيقة سيدة ملهمة ونموذج من النماذج للسيدات الملهمة تحديداً كنا نتكلم عن الرياضة والنماذج الرياضية الملهمة لا فيه كمان سيدات ملهمة وقدرة لا يتحقق أتاتها في عدد من المجالات تحديداً اشتركوا في القناة